خلينا هون يا شباب نكمل موضوع الاستثمار في الأردن كله هذا اللي بحكي فيه كله مترابط مع بعضه كله مترابط مع بعضه طيب هيئة الاستثمار الأردنية وسبب إنشاءها طبعا تعريفة هي مستقلة أسست بالـ 2014 بتدفل تشجيع الاستثمار وتوديع وتوحيد التشريعات الخاصة والحد من ازدواجية الأدوار والصلاحيات في الدولة يعني تعتبر هيئة حكومية مستقلة متى تأسست بالـ 2014 شو الهدف منها بتشجع الاستثمار بتوحد التشريعات الخاصة بتحد من ازدواجية الأدوار والمهمات والصلاحيات يعني والله بنعمل بناش نعمل عشرين مصنع على مثلا لرب البندورة ومنعملش مثلا مصنع للحمص أو مثلا مصنع للألبان لازم يكون عندي فش ازدواجية كثيرة يكون متنوعة يا جماعة عشان هيك يعملوا هيئة الاستثمار الأردنية العاملة تتأسست فيه هيئة الاستثمار الـ 2014 طبعا انتبهوا للسنوات انتبهوا للأسئلة للضع دائرة هي كلها ايجت وبركزوا كثير على ضع دائرة يا شباب الله يرضى عليكم مية وعشرين دائرة مية وعشرين علامي بس مش رح يجيب لك مية وعشرين دائرة رح يجيب لك ممكن أربعين دائرة بثلاث علامات خلينا نشوف ليش خلينا شباب نشوف ليش هرب الكثير من الاستثمارات لخارج الأردن ليش الاستثمارات الكثير كثير من المصانع مثلا صحابها صاروا يطلعوا من الأردن يعملوها برا بسبب تأثر الاستثمار في الأردن بالظروف الصعبة والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية نعم بسبب تأثر الأردن بالظروف الحواليين يعني حرب سوريا أثرت علينا حرب العلاق أثرت علينا حرب بأي منطقة حتى حرب فلسطينية جماعة والله أثرت علينا طيب كيف استطاع الأردن توفير البيئة لها من الاستثمار أو عرف قانون تشجيع الاستثمار وما سببه ما سبب وجوده أو الهدف من إنشاؤه كل هاي إجابتها واحدة صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1995 وتعديلاته بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية يعني هذا قانون تشجيع الاستثمار سووا بال95 حتى يجذب استثمارات عربية لنا كثير وحكيت لكم الملك عبدالله الثاني كان الجانب تبعه اقتصادي حب يطور على البلد عشان هيك يا جماعة عنا نشاطات اقتصادية مش موجودة في كثير من الدول طيب صدور قانون تشجيع الاستثمار بال95 وتعديلاته حتى يوفر البيئة لها من الاستثمار ويجذب استثمارات عربية واجنبية ويحفز الاستثمارات المحلية طيب ما ظاهر تشجيع الاستثمار في عهد الملك عبدالله الثاني يعني شو شفنا في عهد الملك عبدالله اولا انشاء هيئة الاستثمار الاردنية وفر البيئة المحلية الامنة اللي شجعت الاستثمار انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخامسة الخاصة اسفي انشاء العديد من المشاريع الاستثمارية الكثيرة مثل مشروع العبدالله في عمان كمان اصدر العديد من القوانين واتفاقيات شجع فيها الاستثمار تمام اذا هذا موضوع الاستثمار اللي حكينا عنه هذا الموضوع يا شباب ايجى هون كونه عنا كان موضوع تجارة فعشان هيك انطرح هذا المشروع هون رح نيجي للقطاع اللي بعده وهو اخر قطاع قطاع السياحة قطاع السياحة مش كاتب عنه ايش كثير حاطلك في الكتاب مواضيع بسيطة عنه حاطلك جدول جدول انا رصدتلك يا هون طبعا انا اعطيتك المادي ورقي بعثتلك المادي ورقي مشان انا لما اشرح يكون انت سهل عليك تكتب معي تخطط معي تنقل المادة عكتابك وفي بعض الاسئلة اللي طرحتها هو الشغلة الوحيدة اللي مكاتش موجودة بهذه الدوسية ليه الحصاد المائي وعرفتلك ياها انا عن طريق يدوي كتبتلك ياها عشان تبقى فهم واي اشي بدك ياها ما عندي مشكلة يلا خلينا نحكي عن القطاع السياحي يشكل القطاع السياحي في الاردن موضر دن هام للاقتصاد في الاردن ليش نظرا لما يحظى به الاردن مقومات سياحي جاذب للسياح في انهاء العي تمام بعيدة شباب وبحكي عن مقومات السياحة في الاردن وهو كما حكيت قبل المرة هو المقوم الرابع من الانشطة الاقتصادية في الدولة بتتوافر في الاردن مقومات طبيعية وجغرافية وتاريخية للسياحة زي الموقع وطرق المواصلات المواقع الاثرية والتاريخية المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصلات وفنادق والسلاحات الخصائص الجغرافية الطبيعية المنطقة البيئة الآمنة هاي كلها من مقومات السياحة في الاردن او في اي دولة بشكل عام في اي دولة طيب اهمية المواقع وطرق المواصلات في تنشيط السياحة في الاردن يعني كثير من المواقع بتنشط السياحة زي مثلا زي البترة زي عندك جرش زي عندك المدرج الروماني زي عندك جبل القلعة هاي المواقع والمواصلات إلها دور كبير في تنشيط السياحة يتميز الأردن بموقع متوسط وحلقة وصل بين دول الأسياة وإفريقية وغير عشان هيكية بيمتلك خطوطاً برية تصلوا بالدول المجاورة بيمتلك مطارات بتتهل وصول السياح بتسم العقبة وهي ميناء الأردن الوحيد في استقبال السياح في مختلف دول العالم طيب أهمية المواقع الأثرية والتاريخية في تنشيط السياحة بلغ عدد المواقع الأثرية في الأردن 13 ألف موقع أثري مسجل في مختلف مناطق المملكة وهي نتاج الحضارات القديمة انتو بتعرفون مرة على الأردن كثير من الحضارات سهلت في أنه يكون عندنا سياحة بشكل كبير هذا طبعاً سؤال وزاري سؤال وزاري بلغ عدد المواقع الأثرية في الأردن مسجل في مختلف مناطق المملكة 13 ألف موقع أثري. بدنا نشوف يا جماعة شو دور القطاع الخاص في تطوير السياحة الأردنية وكيف نهض فيها. بنقول أن أهمية المرافق والخدمات السياحية المتوفرة من موصلات واستلاحات هي لنشطات السياحة. يؤدي القطاع الخاص دور مهم في تطوير السياحة والنهوض بها عن طريق القيام بالعديد من مشاريع الخدمات السياحية. هذا سؤال اللي هو بالأزرق يا شباب في الكتاب في الكتاب موجود بالأزرق. بالدوسية مش موجود. بالدوسيات اللي بتدرسوا عليها مش موجود. بسبب لأنه إلو إيجابة في الكتاب يؤدي القطاع الخاص دور مهم في تطوير السياحة الأردنية والنهوض بها عن طريق القيام بالعديد من مشاريع الخدماتية كالتجمعات كالمنتجات أسفي والفنادق والاستلاحات والشركات السياحية كلها إلها دور في تطور القطاع السياحي. طيب أهمية أو الخصائص الجغرافية والطبيعية الأردن في تنشيط السياحة. يعني طبيعة بيئة الأردن كيف سهلت السياحة. اتميز التضاريس الأردني بتنوعها في مناطق جبلية صحراوية وغورية وشواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر الميت سهلت كثير علينا للسياحة. طيب أهمية البيئة الآمنة والمستقرة في تنشيط السياحة في الأردن أسمت البيئة الآمنة والمستقرة في إنها زادت النشاط السياحي عنها. طيب دائرة الشرطة السياحية إيش تعريفة مش موجودة عندك بالكتاب إدارة أسست لحماية السياح داخل المملكة وتوفير بيئة آمنة مستقرة للأردن لتنشيط السياحة إذا قلتلك دائما التعريف الموجود بأسئلة الدرس هذا تعديل التربية عليه هيعطيتك التعديل طيب أنواع السياحة في الأردن دير بالك كثير 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 على هذا الجدول كله حفظ زي ما هو احفظه لأنه ممكن ييجي منه في ضع دائرة ممكن ييجي الجدول وإنت تعبيه وزي ما أعطيتك وبيعمل إنه مفتاح للجدول ما بيعطيك يا صم هيك لكن هذا الجدول فيه معلومات كثيرة معلومات كثيرة عدد أنواع السياحة في الأردن لدينا سياحة ثقافية علاجية دينية وبيئية وسياحة المؤتمرات المؤتمرات تعتبر سياحة كمام يتميز الأردن بتمنوع مواقع السياحة على مدار العالم وتتعرف على أنواع هذه السياحة انظر لهذا الجدول هذا الجدول موجود بالكتاب موجود بالكتاب أنواع السياحة مجال السياحة مع التعريف وأهم المواقع السياحية يمكن تتغلب شوية في أهم المواقع السياحية لأنه كثيري شوفوا يا شباب بتخاف يجيك ضع دائرة بخاف يجينا ضع دائرة مثلا من السياحة العلاجية مثلا ممكن يقولنا منطقة عفرة في الطفيلة والبحر الميت يجينا هذا السؤال مثلا منطقة عفرة بالطفيلة في البحر الميت بتعود لأي نوع من أنواع السياحة هانا إذا أنت ما كنت حافظ كل كل المواقع السياحية ممكن تتغلب عشانك بقدرش أقول لك احفظ واحد ولا ثنين كلهم بتحفظهم كليتهم طبعا معطيك السياحة الثقافية زي مجال السياحة زي مواقع التاريخية والأثرية والمتاحب المتشرة في الأردن هاي إجت عرف وضع دائرة تمام بعطيك أهم المواقع هاي جراش البترة الشوباك عجلون كثير مواقع سياحة العلاجية معطيك هي سياحة الاستشفاء وزيارة المنتجات العلاجية معطيك تعريفها طبعا التعريف على جنب هاي كله معطيك يا تعريفه سياحة الدينية زيارة الأماكن الدية سياحة البيئية زيارة الأماكن الجبلية والغابات وغيره سياحة المؤتمرات اللي هي تمتع بزيارة المواقع السيائحية وخاصة بوقت المؤتمرات زي منطقة البحر الميت معطيني آخر وحدة زي قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت معطيك هم المواقع السياحية لكل واحدة فيه طيب المدينة التي تقع فيها حمامات عفرة هي الطفيلة هي معطيك ضع دائرة على الجدول كمان ضع دائرة يعاد زيارة مواقع المغطس في نهر الأردن من أنواع السياحة أنية الدينية لو أنت ما كنت حافظ المغطس من أنواع السياحة الدينية ما بتعرف تمام فالله يرضى عليكو هذا الجدول زي اسمك احفظه زي اسمك احفظه اخر اشي يا شباب بتحكي عن مشكلات القطاع السياحي كثير بتيجي بالوزارة هاي كثير اللي عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة تدني مستوى الاقبال على السياحة الداخلية الاردنية يعني اهل الاردن يمكن كثير منهم مفاتش البترة او كثير فيهم مراحش على العقبة ضعف الاستمرار في التسوق والترويج السياحي داخلين وخارجيا ضعف المشاركة بين القطاعين العام الخاص في مجال دعم السياح شباب الله يرضى عليكو هاي انا اعطيتك هاي الاسئلة انا طرحتها كل اسئلة وزارة مع اجاباتها كل المادة بين ايديك جاهزة ما في ولا سؤال ممكن يخطر على بال الوزارة تغير لك اياه ولو غيرت بدك تكون انتنى بيه بدك تكون فطن لهاي الامور دير بالك على ضع دائرة اللي انا طرحته دير بالك على ضع دائرة ممكن ييجي من بعض النقاط زي الجدول اللي اعطيتك اياه في قطاع السياحة اكيد رح ييجي عليها اسئلة ضع دائرة كثير فهاي الوحدة كاملة ليه الحياة الاقتصادية مهمة كثير كثير سهلة وواضحة وقد ما بدي يجي عليها سؤالة اسئلة ما رح تكون صعبة عليك لانه هي عبارة عن اشياء عادية احنا بنحكي فيها وشباب الله يرضى عليكو اي سؤال بدك فيها ما تنحرج انك تبعث لي انا مش فاهم هذا السؤال ما في مشكلة المشكلة دائما دائما كنت تحكي لك تضلك ساكت وتمر عليك اشياء وانت مش عارفها اي اشي بدك يا بعثلي انا بحل لك يا اي تعريف بدك يا انا بعطيك اياه وان شاء الله نكون قدينا يعني اقل شيء جزء من من الاماني تبعتنا يا شباب وانا هيك يعني اللي قدرت عليه عملتلكو اياه والله يرضى عليكم اشتركوا في القناة